اشتركوا في القناة النص هو مبرمج في الأسبوع الخامس من الوحدة السادسة أي أسبوع التقويم والدعم إذن نبدأ على بركة الله بقراءة النص لعبة الشطرنج إن الشطرنج لعبة دهنية يحرك ممارسها بيديه قطعا وسط رقعة وتشكل هذه القطع عساكر وقلاع وأحصنة وفيلة وملوك وملكات ولكل قطعة حركة تختلف عن القطعة الأخرى حركة الحصان تختلف عن حركة القلعة وكل هذه القطع تتحرك من أجل هدف واحد وهو محاصرة الملك الذي تحيط به مختلف القطع لحمايته من قطع الخصم إنها لعبة دفاعية هجومية في آن واحد ويحاول خلالها كل من اللاعبين هزم خصمه عن طريق محاصرة أهم قطعة في الرقعة وهي قطعة الملك وقد أصبحت لهذه اللعبة خطة للهجوم يعرفها الممارسون فإذا خرج اللاعب بقطعة معينة وجب على الخصم معرفة خطته الهجومية والرد عليها من أجل كسب المعركة الدهنية ممارسة الشطرنج تقوي العزيمة والعقل وتعلم احترام تفكير الآخرين كما تمرن اللاعب على ضبط النفس وهي من أحسن وسائل استغلال وقت الفراغ وقد اشتهر اللاعبون الروس في هذه اللعبة عالميا وانتزعوا أغلب البطولات من لاعبين عالميين مرموقين ومن أشهرهم بوتيفنيك الذي حصل على بطولات عالمية وساهم في تطوير لعبة الشطرنج وتتلمد عليه الكثير من أبطال العالم مثل أناتولي كاربو وغاري كاسباروف وغيرهم انتشرت أندية الشطرنج في كل المدن وأصبحت لعبة يمارسها لاعبون محترفون ضمن أندية الجامعات الرياضية كما هو الحال عليه في المغرب ولأهمية هذه اللعبة الرياضية الذهنية فقد تخطت أسوار المؤسسات التربوية واهتم بممارستها عدد كبير من الأطفال في المؤسسات التعليمية خلال الأنشطة الموازية يمنع قانون الشطرنج كافة وسائل التشويش على انتباه اللاعب ويطلب حكم المباراة الهدوء التام حتى يتمكن اللاعب من التفكير في الخطة التي يجلب بها الانتصار على الخصم ويواجه اللاعب المتميز في الشطرنج أكثر من خصم واحد في آن واحد وقد استطاع البطل المغربي هشام الحمدوشي أن يلعب بهذه الطريقة وأن يحقق ترتيبا مهما في البطولات العالمية للشطرنج إذن هذا هو النص لعبة الشطرنج وهو مأخوذ من الموسوع الرياضي الموسع الموسع العدد ستة وعشرون إذن أتمنى لكم التوفيق والسداد والسلام عليكم ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو ومشاركته مع الأصدقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شجعونا بالبرتاج للمزيد إن شاء الله السلام عليكم